اعزائي طلب الطلبات الشهادة الاعدادية اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر النهاردة ان شاء الله هنبدأ نشتغل على المراجعة النهائية للفصل الرابع افكركم بيه بس الاول سريعا احنا عملنا ايه في الفصل الرابع ده طبعا الفصل الرابع كان عنوانه حاجة اسمه الكود ويندو و احنا قلنا قبل كده ان الكود ويندو عشان توصلها انا هضغط على مفتاح F7 من الكيبورد وكان عندي اكتر من طريقة نفتح من خلالها الكود ويندو طيب تعالوا نفتكرها مع بعض كده هكذا نفتحها ازاي قلتلك اول حاجة F7 من الكيبورد عندك تاني حاجة انك ممكن تعمل راي كريك على الفورم نفسها وتختار امر اسمه فيو كود عندك تاني ممكن تدخل من السوليوشن اكسبلورر وبتعمل راي كريك على اسم الفورم وبرضه بتختار فيو كود عندك كمان من فيو مينيو ممكن اختار امر اسمه كود وبالتالي انا وصلت لكود ويندو احنا قلنا ان الكود ويندو هو المكان اللي انا من خلاله اقدر اكتب الاكواد الخاصة بالبرنامج بتاعي اكدنا كمان على ان الكود ويندو هتلاقي فيها جزء اين الجزء الاولاني اسمه class name وده بختار منه controls او tools بتاعتي مثلا button one button two ايا كان ايه عدد tools الموجودة عندك على الفورم لانه طبعا فيه relation ما بين الفورم design والفورم كود اكدنا كمان على حتة مهمة اوي انك مثلا اخترت من class name button one فانت بتروح الناحية التانية اقصدها بتلاقي عندك مكان اسم method name او the event اللي انا بختار منه مثلا click او double click او mouse move او ايا كان عدد الايه ااا the event اللي موجود عندي على حسب ما انا بختار طبعا اية control الاولانية ثم بختار event من الناحية التانية فكان بيزهر لك مكان كنت بكتب فيه ااام حاجة ما كان كده كان اسمه event handler وإحنا قلنا قبل كده إن الـ event handler ده هو اسم لمعالج الحدث وكان بيتكون في الأول اسم بتاعه من اسم الـ object أو اسم التول بتاعتك underscore ليه الإيه الإيه بتاعك اللي هو إيه بطن ونقى underscore click مثلا وقلنا إن الـ event handler هو إجراء بيتم اتدعاءه عند تنفيذ الأوامر الموجودة عند إيه عند تنفيذ آآ أو يتم تنفيذ الأوامر الموجودة بداخله عندما يقع event معين أو حدث معين طيب سريعا كده تعالوا نشوف مع بعض أهم الأسئلة اللي ممكن تجينا على الفصل ده وحنجاوب عليها إزاي نبدأ بالسؤال الأولاني وعنوانه أكمل ما يأتي أول نقطة بتقول عندنا إيه يتم ضبط الخصائص عن طريق يعني أنا هزبط الـ properties عن طريق مين يبقى هنا أول حاجة أنا ممكن أزبط أي property في الدنيا عن طريق الـ properties window طيب دي هات واحدة طيب أما أقول هنا أن الـ properties window طبعا أنا مثلا قلت بحدد control اللي هي الباطن أو اللابل أو التكست بوكس أو الليست بوكس أو الكون بوكس أيا كان اسم التول اللي أنا عايز أزبطها قلت بعمل كليك عليها على الفورب بعد كده بوصل لمكان تاني اسمه الـ properties window هتلاقيك متقسم عندك الجزءين الجزء الأولاني اللي هو اسم الـ properties هتلاقيك متقسم عندك ازبطها وقصادوا على طول في العمود اللي باعدوا على طول هلاء الـ value اللي موجود عندي إذن أنا عندي إمكانية أن أنا أختار الـ properties ثم الـ value عن طريق الـ properties window قدية واحدة التانية بقى قالك أنا ممكن أزبط الـ properties عن طريق ما يسمى بالـ code window إيه دا يعني ينفع أزبط الـ properties عن طريق الـ code window طبعا الموضوع عادي جدا أنا همشى على قاعدة الـ S-C اللي احنا تعلمناها object name أو control name dot property equal value زي ما كنا نقول مثلا إن هي label one dot text equal welcome يبقى هنا في الحالة ديت أنا ببدأ أزبط لإيه الـ properties عن طريق يا إما الـ properties window أو عن طريق مين الـ code window نتنقل السؤال اللي بعده طيب جايب لي تعريف كده مهم جدا من أهم التعريفات اللي جات في الفصل الرابع بيقول عليه إيه بقى عبارة عن إجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به ثاني عبارة عن إجراء يحتوي على كود الكود دا هيتنفذ لما يقع event زي click لما تقع على button one هيبدأ ينفذ خدوا بالك يا أولاد دا واحد من أهم التعريفات اللي جات في الفصل الرابع طب دا مين بقى قالك دا بيسمى معالج الحدث أو event handler يبقى هنا التعريف بتاعه تاني عشان ما ينسهوش نأكد عليه تاني عبارة عن إجراء بيحتوي على كود الكود دا هيتنفذ إمتى قالك لما يقع event معين طيب سؤال تاني على طول من غير ما أكمل المفتاح مين اللي أنا بفتح به الكود ويندو طبعا دا ايه اف سيفن هتقول لي يا مستر لا دا اف فايف استنوا دا اف فايف كانت بتشغل برنامج لكن اف سيفن بتفتح لك الكود ويندو على مكان طبعا لو بتكلم على الفورم كان بيظهر لك لو هي اسمها فورم وان هتلاقي مكان اسمه فورم واندو وطبعا على حسب الاسم ايه كان بيتغير اسم المكان اللي موجود عندنا طبعا دا افتح اف سيفن سؤال تاني بيقول هنا بتطيح لغة visual basic.net نافذة لكتابة الكود او لكتابة الاوامر والتعليمات الخاصة في البرنامج طبعا على طول ديت المفروض مين اللي هي الكود ويندو او نافذة الكود يبقى دا المكان اللي أنا هكتب فيه دا بيسمى مين الكود ويندو طيب نشوف السيغة العامة لكتابة الكود في ال visual basic ازاي بكتب الكود عندي لكن انا همشع القاعدة بتاعتنا اللي بتقول control name او ال object name اللي هي اسم اداة التحكم ثم dot property اللي هي الخاصية بتاعتي واخيرا طبعا equal a value او القيمة اللي انا هبدأ اشتغل عليها نتنقل السؤال اللي بعده جايلك هنا two columns او عمودين بيقول لك هنا ايه اختر من العمود a ما يناسبه في العمود b فمديني هنا ال end sub ال event handler object dot property equal value button one underscore click وجاب لي الناحية التانية اسم الاجراء صيغة ضبط الخصائص برمجيا سطر نهاية التصنيف معالج الحدث تعالوا نشوف مع بعض كده اول وحدة يا ترى هنوصلها بمين اللي هي مين عندنا قالك ال end sub طبعا ده سطر نهاية التصنيف يعني في نهاية طبعا ببدأ اه 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 مثلا private sub بنيها بايه اه اه end sub نيجي تاني الجزء اللي بعده ال event handler المقصوب بيه هنا اللي هو الايه? معالج الحدث. نيجي للنقطة التالتة. اه ده صيغة ضبط الخصائص برمجيا. يعني لو عايز اصبت اي حاجة بطريقة برمجية. انا بشتغل بمين? بايه الصيغة ديه. اللي هي اه اه صيغة ضبط الخصائص بطريقة ايه برمجية عندي اللي هي ايه. نيجي للنقطة اللي بعدها. عندنا button one underscore click. طبعا ده اسم الاجراء بتاعي. انه مسلا بقول هنا ايه. button one underscore click. على حسب طبعا ايه? على حسب التول اللي انا بزبطه ممكن يكون button two button three label one اه تيكست بوكس one. ايا كان يعني اسم ايه? اه التول اللي انا بزبطه طبعا الكلام ده كله بيكون عندي في اسم الاجراء بتاعي. وطبعا بيكون اسم الاجراء بفكركم به تاني. اللي هو بيكون من اسم الابجيكت ثم علامة الاندرسكور. وبعدها طبعا بيكون عندك الايفنت اللي انت شغال عليه زي ما قلت من شوية اللي هو click او غيره من ايه? اه الايفنت او الاحداث اللي موجودة عندي. سؤال تاني. بيقول لي هنا ايه بقى? اكمل الجدول برقم من واحد الى خمسة. يعني معاك خمس حاجات موجودة قدامك على الشاشة. اه يطرى كل رقم مدلوله ايه? يعني ايه? كل رقم الارقام اللي موجودة عندي يطرى بيمثلنا ايه? جوة الكود ويندو. طيب تعالوا نشوفها مع بعض كده. نمبر ون. من غير ما تجيب الاختيارات بتاعتنا رقم واحد بيشور لك على حاجة اسمه ايه? فورم وان ضوط في بي. ده الجزء الاولاني. والتانية فورم وان ضوط في بي بي بس جنبها كلمة ديزاين. التالتة بيقول لك هنا بابليك كلاس فورم وان فوقف على كلمة كلاس فورم وان. الرابعة هو واقف ما بين آآ بابليك ويند كلاس. طبعا واقف في المسافة الفاضية. اللي ما بين الاتنين. الخامسة هوقف لك على كلمة ايه? اند كلاس. تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجة. لو كلمنا على سطر نهاية التصنيف. هتقول لي مصر عرفتها. على طول هي اصلا ايه? بينا بكلمة اند كلاس. فده طبعا ايه بيمثل لنا ايه? رقم ايه خمسة. طيب. جيتا نقال لك طب مكان كتابة الاكواد. هكتب الكود فين? مفيش غير عنده غير رقم اربعة. اللي هو المكان الفاضي اللي انا بدأت هكتب في ايه? الكود بتاعي. تلاتة. آآ او بيقول هنا الاول. اسم الملف الذي يحفظ فيه تصميم واجهة البرنامج. طيب فاكرين كلمة ديزاين اللي هي كانت موجودة جنب كلمة فورم وان فوق. اللي هي form one dot vb design. ده طبعا اسم الملف اللي بيكون فيه. فورم والحاجات كمان اللي موجودة عندك على مين? على الفورم. يبقى هنا لو انا عملت كليك عليه يبقى هيوصلك للفورم بالتولز اللي موجودة عندك على الفورم هتلاقيها. وصادها على طول اللي هي form one dot vb بس ده ملف الاكواد بتاعي. طبعا هنا الملف اللي بيحفظ في الاكواد طبعا هي نايق رقم كم? رقم واحد اللي هو form one dot vb. وطبعا كلمة public class فورم وان ده اللي هو يبي يمثل لنا بداية التصنيف بتاعي طيب نتنقل السؤال لبعده جاب لي شاشة الشاشة دي من جوة الآه ظاهر فيها ان هو عامل رايكليك على اسم الفورم اللي هو شغال عليها وظهر له ما يسمى بالكنتكست مينيو او الشورت قات مينيو اللي هي قايمة المختصرة فقال مستعينا بالرسمة دي او بالصورة او بالشاشة اللي موجودة قدامي انا عايز اكمل الحاجات اللي جاية دي السؤال الاولاني اسم الحل ظاهر عندك فوق باسم طيب اسم المشروع هو هو بيبقى ان انا مغيرتش الاتنين طبعا هنا ايه ظاهر باسم بالنسبة للسوليوشن نيم وكمان بالنسبة المين للبروجيكت نيم نتنقل السؤال اللي بعده طيب قال لي هنا يمكن الدخول على نفس الكود اوصل للكود ويندو بالامر هتقول لهم على طول اف سيفن لا استنوا استنوا اسبر باس علي طيب نبص تاني على الويندو انا بجاوب من جوة الويندو الموجودة قدامي انا بقول تاني بص على السؤال ونركز وما نتسرعش السؤال بيقول ايه يمكن الدخول على نفس الكود الامر مين الامر مين من القائمة المختصرة يعني في عندك امر موجود في الريك كليك اللي موجوده قدامك بيوصلك للكود ويندو يعني زيه زي اف سيفن على طول طبعا ايه مفيش غير فيو كود انه من خلاله هقدر اوصل للمين للكود ويندو طيب لو انا جوة كود وعايز ارجع مرة تانية للفورم دزاين هتلاقي في امر موجود عندك في حاجة اسمها فيو دزاينر ده من خلاله اقدر اوصل للمين للفورم دزاين مرة تانية طيب سؤال تاني بيقولك ايه اشرح الاكواد التالية مديني كود وبيقولي اشرحه يعني من الاخر كده فاكرين القاعدة بتاعتنا ماشي ازاي object او control name dot property equal value طيب مديني دلوقتي كود يعني مترتب صح تمام طب انا عايز اعمل ايه بقى هشرحه هقول بيعمل ايه اول حاجة button two dot text equal end تاني button two dot text equal end هتقولي يا مصر هو ظاهر قدامي دلوقتي ان كلمة button two وفيه property اسمها text والvalue هنا ظاهرة كلمة ايه end طبعا على طول في ناس ممكن تتسرع وتقولي يا مصر هيعمل end للبرنامج بتاعي لا طبعا ده هو هنا في الحالة دية التكست بيكتب طب يعني معنى الكلام ده ان على وجه الاداة اللي اسمها button two هتكتب عليها كلمة ايه end ازا اللي جاب بتاعت السؤال ده تعال نشوفها تكتب كلمة end على وجه الاداة button two نشوف تاني السؤال اللي بعده جاب لك والتاني بيقولي label one dot auto size equal true هتقول لها مصر احنا فاكرين auto size ديت هيتخاصة بالليبل تمام طيب احنا اخدنا لها حاجتين يا اما true يا اما false لو true انا كنت ضابطها بحاجة اسمها automatic ان هو بيغير لوحده على حسب الكلام حسب الكلام اللي انكتب في التكست بروبرتي بتاعت label one او label two ايا كان يعني طب لو false اه ده كان لازم ان انا اغير بايداية طيب المرة دي الدهالي كاكود على اعتبار ان فيه كلام مكتوب جوا ال label وانا هضغط على البطن ايه اللي هيحصل لو انا قلت له هنا ايه label one dot auto size equal true معنى كده بمجرد ما هقوله ان ال auto size equal true معناها او اله هنا اللي هيحصل بالزبط ان الليبل هيحصل له حاجة اسمها expanded هيتوسع to fit all its content يعني هيحتوي على ايه على الحاجات اللي كانت موجودة او انكتبت عنده جوا ايه مين التكست بروبرتي يبقى هيقول لي هنا يتغير حجم ال label one تلقائيا عند كتابة اي نص في الخاصية تكست يعني انت هتكتب في الخاصية تكست وهو automatic هيغير size بتاع label one علشان يحتوي على كل ال ايه الكلام اللي انكتب جوا ال ايه text property نتنقل القود اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ايه بقى اكمل العبارات الاتية بكلمة مناسبة بيقول في السؤال الاولاني قالك هنا بتعرض اسماء ادوات التحكم الموضوع على نفسة النموذج تاني هيعرض ايه اسماء ادوات التحكم طيب انا على مين? هتكلم على جزء من الكود ويندو الجزء ده بقول ان انا من خلاله انا عايز اعرض كل الادوات بتاعتي انا كان ادروب داون ليست كده قايمة بمجرد ما هعمل كريك عليه هيعرض لك button one و label one وتكست بوكس one وكل الحاجات الموجودة عندك على الفورم المكان ده اسمه class names اسمه ايه? class names ما ننسهاش لانها موضوع سؤال في الامتحان برضو تاني يبقى اسم الجزء ده اسمه class names وclass names هو جزء من الكود ويندو بيعرض لك اسماء ادوات التحكم الموضوع على ايه نافذة النموذج النقطة اللي بعد كده عند انشاء مشروع في visual basic.net يتم انشاء نموذج جديد هو كده كده بيعمل form جديد. طب اسم الفورم ايه? هل اسمها form one ولا form بس ولا new form? لا طبعا هو بيبدأ طبعا هو كل في الشغل بتاعه فادواته بيشتغل على ايه? بيعمل counting او بيعد مثلا لو بتكلم على buttons هتلاقي button one two three. طيب بالنسبة الفورمز برضو هتلاقي form one two three. طيب انا بتكلم على اول فورم يبقى كام? فورم one. يبقى معنا الكرام ده ان هيبدأ لك بمين? بفورم one. النقطة اللي بعد كده. هي مكان كتابة الكود او الاوامر والتعليمات بلغة ال visual basic. يعني من خلال المكان ده هبدأ اكتب كود جبناها كتير جدا النهاردة. اللي هي مين? الكود ويندو او نافزت الكود. هتقول لنا مثلا طب لو جاتلي في الامتحان اكتبها كود ويندو ولا نافزت الكود براحتك اكتب زي ما انت عايز. اهم حاجة تكون عارف انت تكتب ايه بالزبط? يعني لو كتبتها كود ويندو تمشي? تمام. طب لو كتبتها نافزت الكود برضو عادي. لان طبعا ايه? نفس الترجمة لكلمتين واحد ما عنديش مشكلة خالص. طب لو كتبتهم الاتنين برضو ما فيش مشكلة. يبقى هنا اكتب نافز الكود ماشي. اكتب الكود ويندو ما عنديش مشكلة خالص فيها. اكتب الاتنين العربي والترجمة بتاعتها باللغة الانجليزية ما عنديش اي مشكلة في الجزئية ديت. اهم حاجة تعرف كويس ان الكود ويندو او نفس الكود هي مكان كتابة مين الكود عندنا. نقطة اللي بعد كده. طيب انا اتكلمت من شوية على ان في مكان اسمه كان بيعرض لك اه اسماء كنترولز او التولز الموجودة عندنا. طيب لو قلت لك بقى في السؤال ده بتعرض الاحداث تاني بتعرض ايه الاحداث اللي هي الايفنتز الخاصة بالاداة المختارة من القائمة يعني معنى كده انها related او مرتبطة بمين بالclass names. هتقول لي ما فيش غيرها اللي هي مين بقى الماثود نيمز. يبقى الماثود نيمز او الايفنتز هو مكان بيعرض لك مين اسماء الاحداث الايفنتز اللي موجودة عندنا. نقل السؤال لبعده. لضبط الخصائص برمغيا فان نقط تظهر ناحية اليمين في الصيغة العامة لكتابة الكود. تاني تاني بيقولك ايه الصيغة العامة لكتابة الكود كانت مشى ازاي? او كنترول ضوط البروبرتي ايه? طب انا بادئ من يمين في اتجاه مين? من اليسار في اتجاه مين? اليمين. يبقى معنى الكلام ده? ان على طول تزهر مين? اه القيمة او الفاليو تاني. هي مشى زي بيقولك انا اوبجيكت ضوط البروبرتي ايكوال الفاليو. يبقى الفاليو ظهرت فين? ناحية اليمين من الايكوال اللي موجودة عندنا? يبقى في الحالة دي هتبتكلم على مين? على ان القيمة بتزهر ناحية اليمين عندنا. نيجي لنقطة بعد كده. طبعا الفاليو او القيمة. نيجي لسؤال تاني عنوانه اختر الاجابة الصحيحة? طيب بيقولي في سؤال نقطة الان هي ايه بقى? يتكون معالج الحدث عند انشاؤه. تاني بيتكون اه معالج الحدث عند انشاؤه من? هيكون من ايه? اسم الاداة بس? ولا اسم الحدث بس? ولا اسم اداة التحكم واسم الحدث? طبعا هيكون عندك الاتنين. اللي هي اسم الاداة والايفنت بتاعك اللي هو باطن وان اندرسكور كليكي باسم التول ثم اسم الايفنت اللي انا ايه شغال عليه. نقطة تانية. سطر نهاية القود انت صبق يكتب امتى? هيكتب وقتين? بعد انتهاء كتابة القود? ولا قبل كتابة القود? لا شيء ما سبق على طول طبعا ده هيكون فين? بعد انتهاء كتابة القود. طبعا انا تحديدا بكتب ما بين الرايفت ساب والاند ساب. هو كده كده اصلا الفيشوال بيزيكو اللي بيحط لك الستراكتشور او البنيا بتاعته. وبعد كده طبعا ايه? انا بكتب ما بين كلمة برايفت ساب واند ساب. الاكواد اللي انا محتاج انها تتنفس عندي. طيب. نتنجل السؤال اللي بعده. اهه اداني كود. تاني بيقول. اسم الخاصية هنا مين? هتقول لها مستر طب ما احنا عارفين بقى. هي احنا لو زبطنا الكود ويندو. زبطنا ازاي بكتبوا الكود اصلا? انت عارفتها بدون ما كمل. تاني. هو قالك هنا ايه? بطن وان. دوت الفور كالر. استنوا. كنترول نيم دوت مين? دوت البروبرتي. من غير ما كمل. يبقى الخاصية هنا مين? الفور كالر. السؤال اللي بعده. يتم فتح نافذة الكود ده طبعا عطوله من غير ما كمل. السؤال طبعا هفتحها من طريق مين? اف سيفن. طيب لكتابة التعليمات نستخدم نافذة برضو من غير ما كمل على طول ده بقى ايه? نافذة الكود او كود ويندو. القائمة ميسو دنيم. القائمة الاسماء ميسو دنيم في نافذة الكود بتعرض ايه? هل هتعرض اسماء ادوات تحكم? اسماء معالجات الاحداث? اسماء الاحداث نفسها التي يمكن ان تقع على الايه? ادوات تحكم طبعا هي على طول ميسو دنيم احنا ربطناها دايما بايه? بالاحداث عندنا. سؤال تاني? صح ولا غلط? العبارات اللي جاينا دي. النقطة اللي انا بيقولي هنا في فيجوالبيسيك دوت نت الكائن له خصائص واحداث واجراءات تاني له خصائص واحداث واجراءات طبعا الاجابة بتاعت السؤال ده هتكون صحيحة. يبقى معنى كده ان اي طول هتخطها عندك هيكون لها بروبرتز هيكون لها وطبعا هيكون لها حاجة اسمها البرسيجرز او الاجراءات بتاعتك اللي هتبدأ تتنفذ لما يقع ايفنت معين. نفتح نفسة الكوب بالضغط على مفتاح اف فور او اف اربعة من نفذة او من لوحة المفتاح طبعا الكلام ده هيكون غلط لانها بفتحها طبعا عن طريق ايه? اف سيفن. عند ضبط الخاصية او البروبرتي برمغيا فان قيمتها القيمة اللي هي الفاليو بتظهر في الطرف الايصر من معادلة التخصيص طبعا لا لانها بتظهر في في الطرف مين? الايمن. لان دايما ماشى معك. الخاصية باك كالر يمكن تغيير قيمتها من خلال نفس الكود ونفسة الخصائص طبعا او اللون الخلفية بتاعتك انا من حق ان انا ازبط عن طريق كلام جميل جدا. ولكن ينفع ان ازبط بكود برضو معديش اي مشكلة فخالص. هقوله مثلا ازا اجابة على السؤال ده هتكون ايه? او اجابة صحيحة. آآ يتم كتابة الاوامر والتعليمات في نفس الخصائص طبعا احنا قلنا على الجزء ديات. لا لقى لقين انا بكتبها فين? في الكود ويندو. آآ يمكن فتح نافذة الكود من خلال القائمة المختصرة لمستعرض الحل او طبعا لسا جابين على السؤال من شوية ان انا ممكن اعمل راية كليك وبختار امر اسمه فيو كود فمعديش مشكلة في الجزء ديات ان انا بختاره بالراية كليك واختار ايه? فيو كود فاجابة سؤال ده هكون صحيحة برضو. آآ لتغيير اللون آآ خلفية الاداة button one الى اللون الاصفر. تاني انا عايز اكتب كود برمجي هنا يغير لك الباجراوند بتاع button one يكون ايه? باللون الاصفر. ففي الحلقة ديت هقول له button one.packcolor equalcolor.red. اظهار عبارة تحيا مصر على الاداة label two. انا عايز اكتب كلمة تحيا مصر على الاداة مين? label two. حد يقول له مصر خلاص احنا عرفناها بقى يبقى على طول هنعمل ايه? هقول له label two dot text. بعد كده هقول له equal ما بين double quotation تحيا مصر. آآ ده شكل الكود هيكون عندنا بالشكل ده كده. آآ label two dot text equal تحيا مصر. وبكده بنكون غطينا كل الاسئلة اللي ممكن تجينا في الفصل الرابع اللي هو كان بعنوان ايه? code window. آآ اشكركم على حسن استماعكم. آآ دمتم في امان الله. وعلى وعد بلقاء متجدد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.